أنا ما أعرف هون رايحين، ما أعرف شين مهمتنا، ما أعرفت، ما أعرفكم كلكم ليش أسمع كلامي؟ نحن نزلهم الزينات موصل هو أول فيلم هوليوودي ناطق بالعربية وتحديداً اللهجة العراقية ومن بطولة شخصيات عربية يجسدها ممثلون عرب انتجهوا الأخوان أنتوني وجوزيف روسو الذين أخرجوا أكثر الأفلام دخلاً في تاريخ السينما وهو Avengers Endgame والذي حصد ما يقارب ثلاثة مليارات دولار في شباك التذاكر فضلاً عن إخراج أفلام مارفل أخرى كـ Avengers Infinity War وفي الماء Captain America Civil War و Winter Soldier ما الذي يجبك أن تفعل هذا الموضوع؟ نحن لدينا 4 أشخاص ويكون مهمة جداً ومدية العالم مدينة جميلة جداً ويستطيع أن تتحدث عن قصة من قصة إراكي سلجاناً كم هيروز كانت مهمة جداً ويستطيع أن تتحدث عن قصة إراكي سلجاناً ويستطيع أن تتحدث عن قصة إراكي سلجاناً مروعة من أجل إنقاذ عائلات أفرادها من قبضة العدو في الموصل يبدو خيالياً مثل أفلام Avengers لكن في الواقع قصته حقيقية اكتبس الأخوان روسو من مقال الصحفي لوك ماجلسون المعركة اليائسة لتدمير داعش الذي نشر في صحيفة The New Yorker عام 2017 عندما read the original article we were in tears by the end of it so moving and so significant you want to honor that and the reason that the movie is in Arabic this is their story it belongs to them we certainly did not want it to feel like it had been co-opted by American filmmakers for an agenda other than the fact that we wanted to honor who they were and what they fought for and show that human dignity is a universal trait that we all have a right to and we all possess the difference between them and the Marvel Avengers they are real life people there is something about the fantasy genre that is I think very uplifting and exciting for people but to look at these people and what they've gone through it's just so much more inspiring because it is real they are a real super hero منذ تأسيسها قدمت هاليوود العربة في أفلامها كإرهابيين متوحشين أو ضحايا بائسين يهبوا لنجدتهم بطل أبيض لكن أبطال موصل العراقيين يرفضون مساعدة الأمريكيين لهم بغارات جوية على مواقع العدو لكي يحولوا دون تدمير بلدهم وقتل مواطنين أبطال مواطنين أبطال مواطنين من الجاله من التصديقين أن نحن 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 نحنة وحاوة مواطنين الإنجليزية تعتبر مخاطر تجارية تتجارية 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 الى عراق Alno نهيك عن كونهم عربي يتحدثون بلغتهم لكن بالنسبة للأخوين الروسوا لم يكن ذلك الاك outstanding فل substance we use في منذ ما يحصل وك على عراقي يحدث من الناس في خلص الأخوة هذا أول ما هو учبة المدyanة ونتقى 문 voltar ي löيere بعض النبارينا في العالم في الخ طريقة وال الفور moy V brothers ومن المنشأة الو Legends ومن المنشأة دريقة مرساة أيها الفترة بسيطة حتى تراجع بالطبع أو تطبع العالمين يمكنهم من أحياء ومع المنشأة التي يمكننا أن تراجعi هذه العالمية من أكثر من أكثر من قبل علمواني فترة من رؤية للغاية أليم قنال لفترة أقراء العائلة سهيل أعتقد رائع من المنشأة فقدت من المنشأة سلوية عاما وكان يتبع في نو مكسيقو فقدوه عمواني في مجلد المنشأة سوهيل دباح الذي كان محصورا في أدوار هامشية نمطية في أفلام هوليوودية مثل هيرت لكر يقدم أداء يضاهي أداء أبطال أفلام الحركة الهوليووديين في موسم حيث يجسد دور قائد فرقة التدخل السريع الرأي الجاسم الذي يبدو كأسد مغوار ينقض على أعدائه ويحفي ذويه مستوى الأداء هوليوودي كيف حققتم ذلك؟ تعاون كبير بيننا كممثلين كستاف إحنا ومع المخرج مع الباقيين حتى مدير التصوير يعني كنا نقعد بالساعات أبدحكي في هالمشهد كيف بده يكون هالحوار كيف بده يكون يعطوه مجال تفكر يتناقش معاك مشان نوصل إلى مرحلة إنه خلص هذا المستوى لازم يكون عليه هذا المشهد هل هناك كان طريقة معينة للتحضير لهذه الأضوار؟ خدنا بوتكامب تدريب حوالي أسبوعين على أي شركة أجنبية خاصة بالتدريب العسكري تجربة اللي خذناها بالمعسكر كانت جداً مفيدة بالأداء التمثيلي هل تحدثت مع أي من الشخصيات التي كنتم بتجسيدها؟ أنا بالنسبة لي تحدثت مع الشخصية الحقيقية للرائد جاسب لكن هو لم يلقى حده؟ لا لا هو لم يلقى حده الحمد لله الله يحفظه إنشه اسم الرائد مزهر هو وشجعنا إنه قال يلا طلعونا شوي يا أبطال قلنا إن شاء الله بينما يقوم الممثل التونسي آدم بيسا بدور شاب كردي يدعى كاوا يعني ما عرف أنتم منه ينضم إلى الفرقة بعد مقتل عمه على يد التنظيم المتطرف ويتحول تدريجياً إلى مقاتل إمبارع كيف مهمتكم؟ الاهجة الإراقية ليست سهلة وتختلف تماماً على اللهجة التونسية صعيبة كيف؟ فكيف تمكنت من التمكن منها؟ قالوا لي عندك أسبوعين لازم تتعلم فيها اللهجة العراقية هاو دايلت كوتش بتاعك جاي من الموسر وصول الدكتور عباس وبدأت نختم معاه وفي أسبوعين ما ما تكلم تونس ما تكلمت فرنسا ما تكلمت إنجليزي ما تكلمت أي شيء كنت نتفرج على التلفزة العراقية الموسيقى العراقية بقى أكل كل شيء عراقي بلا ونرقط بالواتساب ريكوردنجز بالعراقي وطعبت ومسكين الحمد لله عايشة كل يوم بالساعة نص ساعة على صوت برك على خطر أنا ما لازم يقول لناس كما تقول كاريكاتشر ما يقولوا آه هذا يظهر عراق لازم تكون من غادي من العراق أصلك من عراق لازم أشهور شورينج كل يوم كل يوم نزيد ونختموه نحصلو نختمو على اللهجة حتى لذي الحمد لله إن شاء الله تلعتمي هل أي من هذه الأشخاص التي تعملون في هذه الموضوات سيكون في الموضوات تكون في الموضوات تكون في الموضوات أهلاً أهلاً بسنة بسنة في داقة نصف 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 يجب علينا أن نجد موضوع الأخرى لسوهيل نعم، سوف نعلمهم مرة أخرى لسوهيل وأكثرها نجاحاً نقدياً وتجارياً مثل الأفلام مارفل وسلسلة أباطار وسلسلة The Lord of the Rings لكن من أجل تعزيز مصداقية الفيلم ألحق بهم الأخوان روسو طاقماً من المرشدين العراقيين على رأسهم المخرج العراقي محمد الدراجي الظروف والبنى التحتية الموجودة في الوطن العربي ما مهيئ لنا كأن نصنع أفلام كبيرة من ميزانيات كبيرة أ past certainly I feel like my piece of cake but in a different way So I'm a producer, a montage with them and help them Do you think that the success you achieved in Marvel can be translated in these kind of movies? You can't predict anything in this business All we can do is again make things that we care about that we feel have a profound effect on us can have a profound effect on other people it can have a profound effect on our children نعم، فعاً نعم، ونحن نحن 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 نتحدث عن المعارضة لا شك أن موصل حدث تاريخي وصفه النقاد الغربيون بأنه أكثر الأفلام مصداقية عن واقع إراق فواضحاً من مشاهدته أن الأخوين روسو لم يتهاونا في إنتاجه فرغم أنه يطرح من منظور شخصيات إراقية إلا أنه يضاهي أفلام الحركة الحليوودية على كل المستويات الترفيهية والتقنية والفنية ويستحق المشاهدة على الشاشة الكبيرة لكن جائحة الكورونا حرمته من ذلك فالتهمته نائفليكس التي ستطلق هذا الأسبوع على منصتها الإلكترونية حسام عاصي بي بي سي سينماري